اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية واول فقراتنا في نهارك سعيد فقرة الصحافة كالعادة هنتكلم فيه عن اهم منشتات الصحافة في بلدنا يوم الخميس 29 مارس 2012 نهاية اسبوع حافلة ووقفين في نقطة فاصلة في حياتنا ومستقبلنا القادم دستور بلدنا هيتعامل ازاي لو اتعمل بالطريقة دي باين جدا الموضوع هيروح فين وحدش يقدر يقول لي انه لا والله هنتوقع نتاك تانية لا مش مقتنع بنتاك تانية لان هو الاتجاه بيقول كده والغالبية في السكة دي فكده ده هتبقى دولة تانية احنا ما نعرفهاش لكن المواقف عمالة تتزايد خلونا نتكلم في التفاصيل مع ضفنا استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار وجلية الشروق صباح الخير المصري اليوم صفحة الاولى الضربات تتوالى على التأسيسية والاخوان تتحدى الاهرام الصفحة الاولى التأسيسية تفتح ابوابها لمشاركة الشعب والمصري اليوم صفحة الاولى مرة تانية منشط كواليس اجتماع العسكر والاحزاب مرسي تصدل الاعتراض الجماعية على التأسيسية والمشير الدستور لتضعه الاغلبية وشروق الصفحة الاولى خبرين الاول مسيرة من التحرير الى البرلمان المطالبة باسقاط لجنة الدستور والخبر التاني وزير الداخلية في تصريح اتعهب بترد من بالتحرير في ساعة اذا تبت انهم غير ثوار والاهرام الصفحة الاولى خبرين الاول مصف رؤساء العرب يشاركون في القمة العربية اليوم والخبر التاني بدء المباحثات مع صندوق النقد حول قرد بتلاتة فاصل اثنين مليار دولار واخر خبر من شروق الصفحة التالتة اسرائيل ومصر تتبادلان تسليم مصابي وجتة اشتباكات الثلاثة وتحتيني طيب قبل ما نتكلم عن الأخبار احنا فريق عمل نهارك سعيد فريق التقارير عمل بس تقرير صغير عن مشروع الغاء قانون التظاهر رأي الناس فيه نروح نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه ونعلق على كل أخبارنا نشوف التقرير ونرجع عمده إلغاء قانون التظاهر أو الاعتصام ده يبقى مقنن أنا مش هادر أمنعه يعني فيه ناس بتبقى مظلومة في المؤسسات مش هادر أمنعها أن أنا أقول لهم ما تعتصموش أو ما تتظاهروش لا يبقى ليه فيه قوانين أو ليه فعالات معينة تقننه بالنسبة للإلغاء قانون التظاهر أو الاعتصام أنا حديدك أنا ضد ذلك المفضوط حديدك يتعمل له قانون عشان التظاهر ده هو اللي جلب لنا الصورة والمفضوط بعد كده يبدو يعمل له قانون كويس عشان نقدر أن نحن ناخد حولنا بعد كده رأيي في قانون إلغاء قانون التظاهر السلمي ده ما يتلغيش لكن ليه يبقى ليه ضوابط وضوابطه مثلا يبقى فيه مكان محدد الوقوف على الرصيف تنزلش على الرصيف ما فيش قطح طرق السكة حديد كل ده دي فوضى ما تبقىاش مظاهرات دي مظاهرات سلمية نعم ليها غير سلمية تبقى فوضى أنا ضد إلغاء قانون التظاهر ويعني لازم يتحطله يعني ضوابطه قوانين معينة بحيث ما تلغوش تماما وبحيث ما تبقاش يعني تبقى المظاهرات مطلقة أنا ضد قانون التظاهر طبعا طالما التظاهر هيبقى سلمي ليه يلغو يعني وما الناس هتعبر عن رأيها ازاي وتشتكل مين يعني أنا ضد إلغاء قانون التظاهر لأن التظاهر ده حق أصيل لكل مواطن سواء في مصر أو في العالم لكن ممكن إحنا نقنن نقنن نظام التظاهر بحيث أن إحنا نجي على القانون التظاهر بعدم التعادي على المدلكات العامة ومدلكات الخاصة إلغاء متاعته عشان استخدم غلط أو استخدم بطريقة خطأ جدا وعبرت ما عبرتش عن الشعب المصري أصلته وحضرته لأن للأسف في ناس متسرقين بيبواصوا الحاجة الجميلة اللي حصلت في 25 يناير أجب أن نحن نعمل مكان للتظاهر ده وقالنا نعطل العمل ويكون المكان ده من ساعة كذا للساعة كذا ونحاولش أن نعطل العمل عشان الدنيا تمشي التظاهر دون إضرار بالآخرين التظاهر دون خسائر للمجتمع المدني التظاهر دون إقاع أي خسائر مقبول لأنه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نعبل من خلالها عن الاعتراض أو الموافقة أو الرفض أو عدم الرفض شكراً للتقرير بس يمكن أكتر حاجة تفرح أن كل الناس بدأت تدور على حقها ويمكن لو كل واحد دور على حقه وعرف إزاي ممكن ياخد حقه ومن غير تخريبه ومن غير قطع طرق ممكن حاجات كتير قوي تتصلح ويمكن رأي الناس ده بيقول أنه الناس بدأت وعيها يرتفع أنها عايزة أنه آن قاند الموضوع إزاي نقدر نعمله وإزاي نبلغ وإزاي نبقى زي الدول المتحدرة كلها لكن ما نقطعش طريق ولا نعطر مصالح ولا نخسر بلدنا فلوس نرجع لأخبارنا المنشطة الأول من المصري اليوم الضربات تتوالع على التأسيسية والإخوان تتحدى ومبارح كانوا بيقولوا أنه يعني ما اعتذرش رسمياً غير اتنين الدكتور محمد أبو الغرب التليفون ودكتور هاني سري الدين بمكتوبة يعني استقالة مكتوبة لا هو مسألة الاستقالات المسألة الرسمية دي مسألة شكل إجرائي يعني مش هيبقى هو طبق ده مقال إعلامي مش هيبقى هو الحاسم يعني أنه أنا أود الورقة من عدمه لأنه الحقيقة إحنا لما شوفنا الجلسة مبارح في مقاعد كتير خالية فده دليل على الاستقالة يعني مقاعد الخالي صاحبه مجاش لا بس هو ما تعاملوا معهم على أنهم الغائبون آه ما هي دي بقى يعني دي حاجة إعلامية كده الحاجة بس الأهم طبعاً أنه هو الإخوان الحقيقة حطوا نفسهم وحطوا البلد كلها في مأزق يعني يكون نفغين عنه إحساسهم المبلغ فيه بالقوة وراتهم في أخطاء يعني هما يجدوا طبعاً في صعوبة أنه هو يترجع عن بعد ما أخدت هذا القرار أعمل تقولي الأغلبية الأغلبية الحقيقة أن الأغلبية لا يجب أنها تكون مبرر للانفراد بالقرار والأغلبية دي لا يجب أن تدرك أنه بدون الأقلية النظام يبقى مختل طب هو إيه اللي خلى الإخوان يأخذوا الموقف ده فجأة يعني فجأة بنسمع البعض يقول أنه هم هيرشحوا للرياسة ويطلع يقولوا لا مش هنرشعوا كده مجلس شراء جماعة يقول لا أصلحنا مش هنطلع مرشح دلوقتي يأجلوا البت في الموضوع وفي نفس الوقت الدستور فالناس عندها إحساس أنه طيب البرلمان والدستور والرئيس طب وفي نفس الوقت المجلس العسكري طب المجلس العسكري موقفه إيه وعندنا الشعب وعندنا الأغلبية وعندنا المجلس العسكري الموقف إيه من الكارفة وشهو الحقيقة أنه طبعا الأصوات اللي بتطالب المجلس العسكري بالتحرك والتدخل دي أصوات ترتكب خطأ كارفي يعني إحنا طول الوقت من 11 فبراير وإحنا بنتحرك علشان نقلص دور ونفوذ المجلس العسكري وإحنا المفروض أن إحنا كقوة سياسية نبقى قادرين على إدارة خلافاتنا والتعامل مع بعض أنا شخصيا أقول أنه بدل ما أعمل مظاهرة أطالب المجلس العسكري بالتدخل أنا أحاصر مكتب إرشاد الإخوان المسلمين وأطالب بأنه التراجع عن تأسيسية الدستور بهذا الشكل أو بعيدا عن اللجوء للمجلس العسكري بمنازمة أنه المجلس العسكري أصدر عفو عن أي منور صدر من المشير تنطوي بحيث أنه ممكن يترشع على الرئاسة دي من ضمن الحاجات آخرى الأخبار طبعا ده أصبح كده غالبا ضيف جديد في مرس من الرئاسة يعني يقدم ورقه النهاردة الصبحة عن حزب غد التور طيب الخبر الثاني من الأهرام الصبحة الأولى بيقول التأسيسية تفتح أبوابها لمشاركة الشعب يعني هو الحقيقة أنه ده يعني هو عنوان قومي بامتياز الأهرام بتعاملت مع تغطية الحدث كما تتعامل الصحيفة القومية تاريخيا مع السلطة قول فتح باب التأسيسية أمام الشعب ده كلام الدكتور كتاتني رئيس المجلس ورئيس اللجنة لكن الحقيقة طبعا هو كلام يناقضه الواقع يعني يعني إذا كنت إنت استبعدت من الأصل ممثلي الشعب لما جيت تشكل اللجنة واستحوزته على نحو 70% منها لطيار واحد فالنهاردة إزاي تيجي تقول أنه مفتوحة لمشاركة الشعب هذا كلام يعني هيخش في المقعد الفضيط يعني فضل مجالس لا هو بيتكلم على أنه يعني هنبقى نستدعي أصحاب المصالح والنبيين والعمال يحضروا جلسات استماعي يعبروا عن مشاركتهم لكن في الآخر ما هرجع أقول إيه يعني أنا أضمن من إنه هذا العامل الذي اخترته ما تكونش اخترته بنفس قلية اختيار العضو في الجامعية لو قلية اختيار الطالب فبالتالي بالضغط يبقى أنا هجيب طالب إخواني يعبر عن الطلاب وهجيب عامل إخواني عامل إخوان فهنظل في نفس الدائرة المغلقة اللي احنا بدأنا للف فيها منذ الإعلان عن تشكيل وهي المشكلة جمالية نحنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية في شرعية تشكيل الجامعية التأسيسية بالشكل ده طبعا يعني أنه يعني ما ينفعش أنه يبقى البرلمان عضاء البرلمان وهما سلطة تنفيذية الدستور أبو السلطات وأبو الحقيقة في القوانين في المسألة دي تحديدا المسألة هو الخلاف هنا خلاف سياسي والتصرف والحال يجب أن يكون حل سياسي يعني إحنا برضو حكاية اللجوء المستمر للقانون ربما المحكمة الدستورية تقول لا ده قانونا يجوز لكن يظل أنه هذه الجامعات تفتقد الشرعية السياسية في الشارع يعني طيب خلينا ننتقل بقى إيه للعقدة على الأرض بقى إيه الاجتماع تم أول إمبارح المصري اليوم الصفحة الأولى كواليس اجتماع الأسكر والأحزاب مرسي تصدى للاعتراض الجماعي على التأسيسية والمشير قال أن الدستور لا تضعه الأغلبية وده كان اجتماع أول إمبارح والنهارده في اجتماع الاجتماع التاني هيبقى النهارد الساعة نشر الدور بنفس الحاضرين المرة اللي فاتت عشان يكون القوى السياسية تشاورت وقالوا بالتحديد أنه ياريت يعني الأغلبية تتشاور ويشوفوا ممكن يوصلوا إيه فيه كلام بيقول أنه يعني ينسيب لهم عشر أضاء البعض يقول أنه ده سوف يحدث ويعني ممكن توصل لفين الحكيم هو زي ما قلنا هو إحنا فيه فيه أزمة حقيقية حصلت في محاولات لاحتواء الأزمة الاجتماع العقد أول إمبارح كان اجتماع ساخن جدا ويعني وفيه أعضاء انسحبوا ثم عادوا احتجاجا على مواقف لأنه إحنا بقينا قدام موقفين بشكل أساسي الإخوان المسلمين ومعهم أو الطيار الإسلامي في موقف وباقي القوى السياسية في موقف آخر والحقيقة أنه يعني كل ما صدر عن المجلس العسكري أو عن هذا الاجتماع وما وصلنا عن هذا الاجتماع أنه المجلس العسكري يلعب دور المراقب عن بعد حتى هذه اللحظة لم يتدخل بشكل حاسم والمشير تنطوي قال لهم في البداية أنه يجب أن نتوافق وأنه لن يقبل الجيش وده يعني هو موقف أنا ضد أي دور سياسي للجيش في هذه المرحلة على وجه التحديد لكن ومع ذلك الواقع بيفرض علينا أنه إحنا محتاجين هذا الدور البعض يقول طول الوقت في الإعلام كلام كثير حول الصفقة 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 وأنه حصل الصدام خلاص ما بين المجلس العسكري هو ده بقى الحقيقة برضو عشان ده بقى بينفي عشان نتكلم بصراحة ده بالعكس ده بينفي كل كلام القوى السياسية عن الصفقة هو هو كلام بساطة خالص على نورة واحدة يعني البعض يقول أنه المجلس العسكري أو العسكر لن يقبلوا بقاءة أعلى للقوات المسلحة من خارجهم أو ليس لهم فيها لا شوف ليس 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 لهم هذا الحق وإحنا في الانتخابات إحنا الانتخابات التي تجري الآن كل المرشحين فيها إذا استسنين أحمد شفيق وفرصه ليست عليها في الفوز فكلهم مدنيين وبالتالي رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة دي مسألة دستورية ما فيش فيها كلام حتى بغض النظر عن يعني أنه هيبقى له صلاحيات حدودها إيه؟ صلاحيات على الأرض مع المؤسسة العسكرية لكن يزال رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة هذا كلام قول واحد يعني ما فيش فيه ما هو القول ده يعني البعض اللي ما بيقول ده بيربطه بقى بنظرية مؤمرة يعني الواقع ما هو برضو لازم النظريات تنطلق من الواقع الواقع بيقول ان احنا قدام مرشحين ليس بينهم مرشحة اسكاري يعني كل المرشحين اصحاب الحظ في الفوز ما بين ابو اسماعيل او عمر موسى او ابو الفتوح ما ليس من بينهم طب بمناسبة السيد حزم صلى الله اسماعيل ماذا يعني ما يثار يثار مبارح على الانترنت وفي الوسائل العالم انه والدته ويعني اسرته تمتلك جنسية اخرى طبعا احنا هنا هيبقى يعني تبقى دي للكم بلا القبرة لا يجوز له الترشح تبقى للمرد 75 انا ما اعتقد طبعا في حالة في حالة انه هو يكون احد ابوائه يحمل الجنسية اجنبية هو او اي مرشح فلن يجوز له الترشح واللجنة العليا هل يجوز التنازل عنها مثلا لا لا بالتنازل ولا ان يكون قد سبق له حمل الجنسية حتى لو كان تنازل عنها هنستنى نسمع الاخبار الشروط الصفحة الاولى مسيرة من التحرير الى البرلمان للمطالبة باسقاط لجنة الدستور والالتراس اعتقدت لسه موعتصد هولنا بس يعني طبعا فيه لها عتاب على منظم المسيرة لانهم لم يحشدوا لها الحجد الكافي همفروض دعوة بكرة لمليونية احنا عايزين هذه المسيرة يعني فعلا مصر في حاجة الى مليونية جديدة يعني مليونية استبداد الدستور مليونية شديدة الاهمية فعلا احنا طرق وبعدين ودي افضل وسيلة هو الضغط بالشارع يعني اذا كانت الاغلبية اذا كانت الاغلبية تستند الى السنديق فيجب ان القوى المضادة انها تستند الى الشارع بس هالمتوقع تكرار سيناريوهات السابقة زي مثلا نلاقي الاخوان نازلين يعني ممكن الاخوان بردو ينزلوا ولا اه طبعا هم كانوا بص الاخوان يمروا هو بعد فضلت الاخوان قالوا لا مش هننزل الاخوان يمروا بمرحلة من فقدان الاتزام الحقيقة واضحة جدا يعني بعد ما دعوا الى حملة بعنوان ما بنتهددش والتصعيد ضد المجلس العسكري طلعوا بيان نافوا فيها انهم اصحاب هذه الدعوة هم بيطلعوا دايما يقولوا حاجات ويطلعوا يطلعوا احنا فين بقى هنا احنا فعني نقطة لا هو دي مشكلتهم هما هي دي مشكلتهم اكتر من مشكلة اي حد تاني لان هما بيعانهم من حالة من التخبط وبرضو علشان يعني نديهم زينا كلنا احنا بنفاجأ بهذا الوضع يعني احنا 30 سنة من الحركة في مصار وفجأة فتحت قدامك افاق رحبة جدا فطبيعي انك انت تتردد وتتراجع وتتقدم وترجع يعني برضو هما معظلهم العزر في هذه الحالة من التخبط وفجأة بياخدوا اغلبية ما كانوش يحلموا بيها في البرلمان وفي مجلس الشورى يعني الامور فعلا تعتقد ايه السبب انه ما يثار يعني بتدى بقى خلاص بقى مطار انه الاخوان عايزين يساعدوا يعني يوم ما خلاص حالوا البرلمان وعايزين بقى دلوقتي الدستور وعايزين امورشها رأسا يعني ليه التغير في الاداء السياسي اغترصت القوة والاحساس بالقوة مسألة يعني جورج بوش ورت امريكا في حرب العراق وفي حرب افغانستان لانه هو ومن حوله كانوا يتصوروا ان امريكا هي القوة الاعظم وليست القوة العظمى القوة الاعظم في العالم فالاحساس بالقوة احيانا بيفقد الانسان قدرته على تقييم الامور بشكل صحيح وبينسى حقيقة مهمة جدا انه الشخص مهما كان اللي قدامك ضعيف فانه قادر على الامك وارباكك واعتقد انه ده السبب انه ما يطار دائما في دلوقتي في وسائل الاعلام ان ده نفس اسلوب الحزب الوطني طبعا رغم النهاية طبعا هو التشبيه فيه مع الفرق لانه الحزب الوطني لم يكن يحظى باغلبية حقيقية في انتخاذ حقيقية طبعا طبعا طريقة التعامل مع الاغلبية التي حقققوها تقترب كثيرا من طريق التعامل الى حزب الوطني لكن اغلبيتهم هي اغلبية شرعية ونازيهة وحقيقية واغلبية الحزب الوطني مزورة عشان نعطي كل حقا حقوان طيب هادينا هنستنى ونشوف المليونية بتاعت بكري يحصل ايه واجتماع النهاردة الساعة 12 الدهر يحصل في ايه وكل ده اثروها تبقى على مدى تاريخ هذه البلد الضبط الشروق الصفحة الاولى بقى في المقابل وحنا لسه بنجال من المليونية الحقيقة هو وزير الداخلية يعني احسن صنعا بهذا الموقف والقى الكرة في ملعب القوى السياسية وخصوصا القوى السورية وقوى الشباب لان المشهد في مدان التحرير كلنا بنقول عليه مش مقبول يجب ان الناس تعلن صراحة انها ترفع يدها عاما في الميدان علشان نقدر نعود بالميدان الى شكله الجميل اللي كان مزار لكل من يأتي الى مصر بعد 11 فبراير طيب لانه احنا وقتنا خلص بس نقال لا فيه خبر لازم اكده في الاخر طبعا خبر انه النهاردة القمة العربية ونصف الرؤساء العرب يعني هيحضروا ده اكيد منشور في كل حتة وبدء المباحثات حول القرد بتاعت 3.2 من 10 مليار ده اتكلمنا فيه كتير لكن اخر خبر من الشروع صفحة الثالثة اسرائيل ومصر تتبالعان تسليم مصابي وجتس اشتباكات الثلاثاء وايه حكاية الاشتباكات لا اخوال الاشتباكات اللي حالي برضو الموضوع في حدوده يعني لانه هو دي عصابات التهريب بتانشط وبتستغل حالة الانفلات الامن اللي موجودة في مصر فبتانشط في التهريب لاسرائيل لاسرائيل حدودنا مع مصر مع اسرائيل فيها تهريب مخدرات وفيها تهريب البشر سواء الافرقة او الفتيات القادمات من اوروبا الشرقية ومن روسيا فاللي حصل انه كان اشتباك بين قوات حرص الحدود الاسرائيلية ومجموعة من المهربين عبر الحدود ومت سقط فيها من الطرفين قاتلة يعني لكن هو الامور في المالاش علاقة لا 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 سليم فيما يخص هذه النقطة على وجه التحديد الحمد لله مستاذ اشرف البربري رئيس قسم الاحوال رجالة الشرق نورتنا شكرا مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا قبل ما نروح للفاصل اللي فاتتوا فقرة او اي فقرة في دي ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم ترتب اللغة الانجليزية وممكن تتواصلوا معنا على تويتر او على فيسبوك نهارك سعيد فقراتنا مستمرة بعد الفاصل على طول تابعونا شكرا